موسيقى موجز بأهم الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم وصلاة فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية إلى الرياضة بعد مشاركته الناجحة في أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين التي عقدت في تونس وكان فخامة الرئيس ألقى كلمة اليمن في القمة التي تناول فيها التحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجه اليمن ودول الجوار والمنطقة العربية ككل وإشغالها عن مواجهة تحديات التنمية والتقدم والنهضة والبناء وقال مخاطبا أشقاءه القادة العرب أقفوا أمامكم اليوم وللمرة الخامسة منذ انقلاب الغاشم الذي نفذته الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا على شرعية اليمنية والتوافق الوطني ومخرجات الحوار ومسودة الدسور للتحدي الجديد لأذكركم مجددا بحجم المأساة التي واجهها شعبنا اليمني من تلك الميليشيات الإجرامية استقبل فخامة الرئيس عبد الربو مصور هادي رئيس الجمهورية على هامش أعمال القمة العربية الثلاثين التي صدافتها تونس المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخايل بوغدانوف جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وتطورات العامة في المنطقة وفي اللقاء رحبا فخامة الرئيس بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي مشهيدا بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرياتها الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخالجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدماتها القرار 22-16 وأكد فخامة الرئيس على عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الروكن علي محسن صالح محافظة الحديدة الدكتور حسن علي طاهر للاطلاع على المسجدات والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والعلاقين التي تضعها ميليشيا الحوث الانقلابية تجاه تنفيذ اتفاق الحديدة وتطرق نائب رئيس خلال اللقاء إلى جملة من المواضيع المرتبطة بالمحافظة وفي مقدمتها استمرار تعانوت الميليشيا الانقلابية وعدم جديتهم في تنفيذ اتفاق الحديدة الممثق عن تفاهمات السويد في صورة واضحة باستمرار نهجهم في المراوغات ورفض الاتفاقيات وتقديم مصالحهم الأنانية على مصالح الشعب اليمني وأكد أن الشرعية تتول اهتماما كبيرا بتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية بعموم المحافظات وتدفع مرتبات الموظفين وتسعى لتوفير الخدمات من صحة وتعليم وكهرباء وغيرها سقط قتلى وجرح من عناصر الميليشيا الحوثية بغارات جوية للتحارف العربي على تجمعات للحوثيين شمال محافظة الضالع وأفقا لمصادر محلية فقط طالت الغارات تجمعات الميليشيا الحوثي بالقرب من جبل ناصة ومضرح بمنطقة مريس شمال مدرية قاطبة وأسورت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وتدمير أطقم وأليات كانت في طريقها لتعزيز مواقع الميليشيا في المنطقة ذاتها سقط قتلى وجرح من ميليشيا الحوثي الانقلابية بنيراني أبطال الجيش الوطني في جبهة المصروب بمحافظة الجوف وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في الحلو والغرفة بمدرية المصروب إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا المحاولة وأوقعوا عدد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح فيما لذا من تبقى منهم بالفرارة وقصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تجمعات للميليشيا وألحقت بها خسائر في الأرواح والمعدات قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في هجوم أفاشل لهم على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة إثارة الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبيان وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطة بجبهة إثارة من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى عقب هجوم شنة الأخيرة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأضافت المصادر أن الجيش والمقاومة أفشلوا هجوم الميليشيا وأوقعوا في صفوفها عدد كبير من القتل وجرحة كما تم تدمير عدد من الآليات التابعة لها وأشارت المصادر إلى أن الجيش الوطني والمقاومة أجبرت من تبقى من الميليشيا الحوثية المهاجمة على التراجع إلى مواقعهم السابقة تاركة جثث قتلها مرمية في مواقع الاشتباكات نهاية الموجزة شكرا لطيب متابعتكم للقاء بحول الله اشتركوا في القناة